مرحبا، أنا بخيفة، ممتحن للغة الألمانية وهذا أعطيكم بعض النصائح للأمتحان للغة الألمانية خصوصاً كيف يتعامل مع الممتحنين نفسهم في بعض الأحيان يأتي الممتحنين حتى الألمان منهم تكون لغتهم ما ننوى، ما نواضحة فبيحكوا بطريقة نوعاً ما، ممكن أن تفهمها لأنه يكونوا ممكن جائين مثلاً من القرى أو من الريف أو ممكن جائين من غير مدينة وغير مدينة ممكن يستخدموا مصطلحات تانية أو يكون عندهم لهجة تانية للحكي بآخر امتحان مثلاً كان أنا عندي حالة تانية يعني مشابه لهذا الشيء ولكن كان الممتحن مو ألماني، كانت واحدة ما بعرفية من الصين أو من الفلبين وكانت طريقة لفظة للكلام كثير سيئة ما بعرف هي كيف صارت ممتحنة يعني ولكن طريقة لفظة كثير سيئة لدرجة أنه يعني هي بتاكل الحكي أكل السؤال لما بتسأله هي ما بيكون واضح يعني هي عم تسأل السؤال يعني أنا ببذل جهد نوعاً ما حتى افهم عليها شو عم تقول فما بالك الناس اللي عم عم يعملوا الامتحان يعني وكمان هؤلاء الناس ممكن يكونوا بعض الأحيان متحيزين يعني لشخص ما اجت بوباة الامتحان واحدة كمان كانت من بيت نام فهي اللي كانت من بيت نام كمان كانت عم تحكي كمان بطريقة كثير يعني غريبة انه عم تاكل كمان الحكي عم تقرط لحكي أرض فما بتفهم عليها دائماً آخر الكلمة مانو موجود حتى هي نفسها الممتحنة اللي كانت ما بعض من بيت نام أو هيك شيء ما فهمت عليها كثير منيح ولكن وقت التصحيح آخر شيء بيكون في يعني تقريباً دقيقتين للنقاش بيني وبين ممتحنة الثاني بدنا نقيم هذا الشخص بشكل عام لحتى نحط التقييم النهائي على الورق ففي قسم من اقسام التقييم يكون اسمه إنتوناتسيون إنتوناتسيون أو أوس بقاخة انه كيف هذا الشخص عم ينطق هل اللفظه صحيح هل كان مفهوم بالنسبة لي او بالنسبة للممتحن الثاني فهي علقت وقالت انه لا انا كنت بفهم كثير منيح ومستوى اكيد كان باينز مع انه هذا الشيء ما كان صحيح يعني وانا كمان عندت على هذا الرأي وقالت لي انه لا يعني بالنسبة لي كان الحكي ما انه واضح كثير فلذلك هي بتاخد آتسفاي طبعاً آتسفاي كان قوت عفولت يعني هي بشكل عام انه ما كانت تنجح ما كان رح يساعدها هذا الشيء لانه في عندها باكتر من قسم يعني آتسفاي فهي كانت رح تاخد آتسفاي بكل الأحوال فما رح يساعدها هذا الشيء زي اختي باينز ولكن الامتحانة علقت لانه هي كانت بتلفظ تقريبا بنفس الطريقة وما انه مفهومة يعني فهي ح��만UH Dell 是誓 انه هذا الشيء يعني مثل انه إهانة لا треб انه هي انه عم تحكي بنفس الطريقة وليساً واحد الشخص يعمل قام بتصبح امتحان كمان يسيق بنفس الطريقة فهي حbelievنه لا انه هذا الشيء مفهوم كثير لا يعني انه يساعد لانه على هذا الشيء فممكن الواحد يلاقي هكذا ناس يعني انه يكونوا متحيزين لشخص ما فممكن الواحد يواجه هيك ناس خلال الامتحان يعني انه حكيهن ما بيكون مفهوم فأفضل شيء ممكن واحد يعمله انه يسأل يعني أنا مثلا السؤال اللي سألته هاي البنية آدمية أنا ما فهمته ففيني أرجع إلا عيديلي السؤال لو سمحتي أنا ما فهمت عليك عيديليه بطريقة أوضح بيكون السؤال بالنسبة لي الي واضح لحتى أعرف جاود يعني مو بتسأل السؤال وانا ما بسأله لانه أنا ممكن كون اني خايف اني اسأله هذا الشيء ممكن يكون نقطة سلبية او لا لا أنا بسأله تعيديلي السؤال ما في أي مشكلة وبقله حتى انه عيديلي السؤال بطريقة واضحة مشان الواحد يكون واضح من هاي الناحية سلام